اكد سعادة السيدة اسامة بن احمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمسنين ان المملكة البحرين حريصة على مواصلة تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لكبار السن وذلك تقديرا وعرفانا لمكانتهم الاجتماعية ودورهم الحيوي في نهضة الوطن باعتبارهم جزءا مهما من النسيج الاجتماعي وبمناسبة اليوم الدولي للمسنين الذي يوافق الاول من شهر اكتوبر من كل عام اشار سعادة وزير التنمية الاجتماعية الى ان المملكة تعد من الدول الرائدة في تشكيل لجنة وطنية للمسنين تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الحكومي والاهلي والخاص للنهوض بكافة الخدمات المقدمة لهذه الفئة مما يرسد الجهود الوطنية في تبني افضل البرامج والمبادرات ضمن المجالات التنموية الكفيلة بترسيخ الضمان الاجتماعي لدى مختلف فئة المجتمع واضف سعادته ان الوزارة تواصل جهودها مع مختلف القطاعات المعنية في اطار منظومة متكاملة وشاملة بالشراكة المجتمعية وتعكس قيم التكافل الاجتماعي من اجل تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لفئة كبار السن وبما يضمن حصلهم على افضل معايير الخدمات الى جانب الاستفادة من خبراتهم وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في المجتمع في سياق المتصل نوها سعادته بالانعكاسات الايجابية التي حققتها مؤسسات الرعاية النهارية للوالدين التي تشرف عليها الوزارة وتديرها مؤسسات المجتمع المدني واضاف ان وزارة التنمية الاجتماعية خصصت مكتبا لخدمات المسنين بهدف ضمان استدامة تقديم افضل الخدمات لهذه الفئة وذلك من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والتعاون مع القطاع الخاص لتأمين مختلف سبل الدعم وتقديم التسهيلات اللازمة في شتى المجالات ترجمة نانسي قنقر